سبورت انجليش مونا يهين مونشستر سيتي أربع أهداف كاملة غورديولا لثالث مرة في مسيرة التدريبية يخسر بهذه الكمية الهائلة من الأهداف سأتركك تبحث عنها قليلا يا ميدو شغل ذاكرتك ولكن إهانة بالنسبة لغورديولا أمس أنك تخسر بأربع أهداف كاملة أمام سبورتينج نعم إهانة لا بالنسبة لفريق من حجم مونشستر سيتي الحجم اللي يكسبون مونشستر سيتي يعني أوروبيا أفون غورديولا شيء ومع غورديولا شيء آخر سبورتينج متعودة لدوري الأبطال الحجم اللي يكسبون مونشستر سيتي في سنوات الأخيرة في دوري الأبطال الأوروبا أعتقد بأنها إهانة التي تخسر بأربعية لكن سبورتينجليش بونا أموريم فريق مرعب صراحة خاصة جو كيريش جو كيريش جو كيريش ممكن إذا كان إحصائياته 26 سنة مهاجم سويدي نشوف إحصائياته لعب 19 مباراة 20 هدف سنع 7 أهداف 19 مباراة 20 هدف هذه الأرقام كنا نشوفهم عميسي وكريستيان وكنا نشوفها من 2023 67 مباراة 84 مساهمة 66 هدف 18 أسيست أكثر من سجل في الدوري البوردوغاري أكثر من سجل في الدوري وتاني أفضل مهاجم في الشهر راسي بطول سبورتينج مع أموريم فريق مباشر رغم أنه تلقى هدف بداية الليقاء عن طريق فوضى لكن تاسف شوف خلي قبل ما تتكمل أكساس الرباعيات التي تلقاها غوارديولا برشلونة سبورتينج أمام ريال مادريد لا أعتقد أمام ريال مادريد نعم أمام ريال مادريد مع باير ميونيخ مع باير ميونيخ كتازير سنب روباعي نعم نصف نهاية العودة نعم شوف برحكي تعود تعود شوف الليقاء تعود شوف الليقاء اليوم البارح مونشيستر سيتي كان في شوط الأول كان يقضي على سبورتينج لجبونا بس كل الليقاء الأول سيطاره كان بأداء ونتيجة وكان سجل هدف ثاني كان تقول تكون نتيجة 3-0 أو 4-0 ضي عدة فرص للتهديف نعم فريق لجبونا كان كما نقوله مركز على الهجمات المعاكسة كي تشوف المتالي الاستحوات تاع فريق فريق مونشيستر سيتي طيلة المقابلة 73% لفريق سيتي و27% لفريق سبورتينج لجبونا أنا أقول ضيع الفوز في شوط الأول منشيستر سيتي لهذا هذه كرة القدم أحيان لا كما نقوله تمتح ما فيهاش رالوجي ما فيهاش رالوجي مش يعني مدقيق اليوم أنت ضيعت كرات ضيعت أهداف تحت معه فريق فريقي اللي يلعب كما نقوله الهجمات المرتدة وهجمات المعاكسة اللي سجلوا أهداف وكانت عندهم الفعالية ناهر منشيستر سيتي المهاجم فيكتور جيو كيريس قال كنا قادرين على تسجيل أكثر من أربع أهداف أكيد لما نشاهدوا السيناريو خاصة في شوط تاني شوط تاني أنه واخق أمينا ما تكلم على شوط الأول لأنه حتى منشيستر سيتي سجل بعد أربع دقائق في البداية فوضان كتنين بالضبط نظن أن سبورتينج لجبونا هذه السنة جيو كيريس سيديق سيتي من كأس ميسي أكيد خاصة لما نتكلم على أربعية وسبورتينج لشاهد هذه السنة في دوري البرتغالي عشر لقاءات عشر انتصارات نظن المدرب أموريم ريوبان لنظن الآن لما رحل تحق موشستر يونايتد ممكن رح يمد روح لليونيتد موشستر سمع دي ما عندوش المامي فيكتير لا مشي نفس الواقعية مشي نفس الواقعية ولكن ممكن مشي نفس الواقعية اليوم احنا نتكلم على اللعب كما نقولون خطة لعب تاع فريق سبورتينج ليش بونا مشي خطة لعب تاع فريق موشستر يونايتد بانك ما تقدروش تقولوا زي ما بل بسكور بحث سيتي بسكور موشستر لا 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 ما تكلمت على أموريم هو حتى أمس لما تكلم مع الصحافة قلب لي أمس كان لقاء خاص يعني كانت أجواء كبيرة في الملعب وحتى لما داروا لوتيفو وابريغادو نظن كان أجواء حتى اللاعبين حبوا يهدور وإتصار في آخر لقاء بالضغط نظن سبورتينج ليش بونا أمس كان ممتاز وصراحة لما تشاهد اللاعبين أنا ما نقولش ما كنسمع به لكن لما اكتشفت مهاجم سويدي أرقام مذهلة وحتى القيمة تسويقية وماش كبيرة يعني تكلموا على 75 مليون أورو في الشرط الجزائي نظن راح يكون محل أطماع عدة فرق أوروبية كبير شوية 20 سيزون 20 سيزون بضرب برنالدو سيرفا بعد نهاية المباراة قال نحن في وضع صعب جدا وكل شيء يبدو أنه يسير في الاتجاه الخاطئ حتى عندما نلعب بشكل جيد لا نتمكن من استغلال الفرص والتسجيل ودائما نستقبل الأهداف بسهولة وفي نفس الخرار متتالية وفي نفس الوقت تكلم قالك اليوم هذا الفريق مخسر ولا شيء ما زلنا كاليفي في تشمبيونز ليغ في البوطولة ما زلنا هناك لما يقول ما خسر ولا شيء أنا أقول لك خسر مشيستر سيتي يخسر في البر silos لأول مرة في عام 2024 أسبوع الماضي مشيستر سيتي يخسر في دولي الأبطال لأول مرة في عام 2024 هذا الأسبوع مشيستر سيتي يخسر في البر terrorists بعد 32 مباراة متتالية بدون خسرات ويخسر أيضا في دولي الأبطال بعد 26 مباراة متتالية حسر خسر حسر عدة أرقام سمح لي محمد هذا لا يعني شيء لا تكون عندك ديناميكية آمنة وتتكسر تتكسر ديناميكية أي فارق تتكسره ديناميكية لا تخسره 80 ماتش في عاماً عاماً ما تخسره لسينماً لا تخسرها في كرة قادمة نعم لذلك ما قال لهم كما نقول كيف تحضر السمال الوبجيكتيف سيكوة اليوم مخسروا ولا شيء ما زالوا في سباق نحو البطولة الإنجليزية ما زالوا في سباق في الدوري الأبطال أوروبا ما زالوا في سباق أفينكوب ما زالوا في الواجهة ومع ذلك اللقاءات هذه اللي تخسرهم مع ذلك هذه صافي بارتي دي جي هذه النورمال نقرأ ماذا قال غوارديولا بعد نهاية المباراة يتحدث عن عدم اليأس وعدم الاستسلام إذن غوارديولا قال لن أستسلم سأقاتل أحب هذا النوع من التحديات كمدرب من يريد أن يتبعني فليتبعني يعني يريد أن يوجه رسالة للاعبيه بأن الوقت غير مناسب أبدا للاستسلام وبأن الفريق سينهب مجددا هالند في مباراة أمس سجل سفر هدف قدم سفر تمرير حاسمة أضع ركلة جزاء وتحصل على أسوأ تنقيت 6 من 10 وفي حالة أخرى تكلمة أضع أكثر عدد فرص مقامة بـ 27 فريق في ربيط أفلي يعني يضيع سبع فرص ونظن هالند دول إشكال عند هالند يقدر يدلك لقاء في المستوى ويكون مبهر كان في ربيط أفلي سجل هدف خرافي في الجولة الماضية ولكن أمس لما ضيع ضرب جزاء الحاجة اللي شدت إنتباه أمس هي ردة تفعل غورديولا لما ضيع ضرب جزاء صراحة نفشل عندما ضيع طريقة ضربها في العريض الوفقية نظن أن هالند أمس مرويجي وجد منافس سويدي لإخداء الأضواء عليها أمس وهالند شغل استمرارية للعقم الهجومي أيضا في آخر ست مباراة سجل هدف ورحة فقط وتصراح غورديولا لما تشوفه تحسب اللي مربما ناوي على ثورة داخل تشكيلها لكن صراحة أنه تفضل عموات صراحة لما تكملت على ثورة ولكن لما تشاهد مونشستر سيتي نظن في هذه المركاته ما تصرفش كثير لما تشاهد أمس مدافع 19 سنة يلعب ثاني اللقاء ليه في حياته وارتكب حتى الهدف الأول تفوق عليها المهاجم السويدي نظن حتى لا بروفون دور دور بو ما شفناهاش في مونشستر سيتي مام هاد الموسمي تفيق باللي مونشستر ما راهوش في أحسن أحواله يربح بصعوبة يربح بصعوبة واحد صيفر تنين واحد سما كل لقاءات اللي يلعبهم مربحش بأريحية كما نشوفوه الموسم الموادي يربح بأريحية أربعة صيفر خمسافر أداء ونتيجة الكورة ما تشوفهاش طيلة اللقاء من كليو أحد الموسم أبمر مختل شوف 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 نقول نضيف عليكم برك سني بلونا مام كاليتي كانت متعامل تلتسل تلتسل تلتسلات أخيرة نقصت لا الموسم الماضي يبر راح 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 إصابة رودري دوبرين دوبرين أنه من النصب لا تنسى مشارك شااد أكانجي وشاها بسته بتلتسلات أورو بلونا مخشروف لأنه ما يلعبوا كاملين في السيتي مرحب عندما تشوف كرسي الاحتياط أكانجي يسمى روبان دياز والكير عندما تشوف كرسي الاحتياط مثل الثانوات الماضية في منشيستر كلهم أساسيين في فرق كبيرة في أوروبا وفي سيتي احتياطين لكن هذا الموسم لما تشوف الكرسي احتياطين دوكو ماتيوس اللي كان في ورفر هامبتون اللي هو يلعب كأساسي نوناس 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 يبقى فغيموا لقالتي هذيك اللي كانت في مونسيستر سيتي ستونز غياب ستونز أيضا يعني يشوف غيابات مؤتيرة أنا بالنسبة لي أكبر غياب مؤتر في مونسيستر سيتي وغياب رودري رودري والآلة مام دي برين مام دي برين مام دي برين كما يقولوا اللي عب جد مهم في فريق مونسيستر سيتي 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 عفوا نعم رامي بن سبعين يشارك رفقة فريقه بوريسيا دورتموند وفاز أمس على نادي ستورم غراز نعم بنتيجة هدف أعلى على ما كاد يسجل كاد لقطة كان قادر حتى يسجل نعم أنا بوريسيا دورتموند عاود استرجاع ثيقته بعد الهزيمة ماريا ريال مدريد هاد المنافسة هاد السنة تمدلك الفرصة حتى أخر جولة نعم في 8 جوالات بالضبط تقادر أنك تعد بقوة ولما تفوز مع شتوم غراز رغم أن الفريق الأهداف لأن كل فراق راح تلعب مع شتوم غراز ليتوجهها راح تسجل عدة أهداف وراح ممكن هداف يخليك مهم في ليوي بريمير اللي راح يتأهله مبشرة نعم